يهربون من الموت فتتلقفهم مياه العاصي بعد انهيار الحواجز الترابية لأحد أفرع النهر عقب الزلزال هذا هو لسان حالي السوريين في الشمال السوري وفي قرية تلول تحديداً الواقعة على الحدود السورية التركية بيوتنا الساعة أربعة الصباح هنا العاص انكسر وكنا هربانين من أسر الزلزال وآما ما حسين لما رجعنا على بيوت لأينا البيوت غرقاني من شدة المي وانهيار العاص نهر السد الترابي للعاصي في المنطقة بعد ساعات من الزلزال وسرعان ما غمرت المياه وشوارع القرية والباحات الفاصلة بين منازلها وتشرد من سلم بيته من الزلزال بسبب الفيضان والله كنا مهزومين برا بالشارع الدنيا مطر أجانا فجأة الزلزال لابن ما أمنا حانا هوني بالشارع وعند هاد بالشارع وعند هاد بالشارع بيركين كل ياتنا كل ضيعة بركت بالشوارع ما قابل سجل تفوت على البيوت ما الزلزال أجانا الطاو في النهر العاصي يعني ما يمدانا الأربعة وشرين ساعة من وقت الإجاز الزلزال لتاني نهار وقت الطاو في العاصي نحنا كل ياتنا ما حدا نام له لو عشر دقايق شقوق صغيرة ظهرت في السد على إثر الزلزال عبثاً حاول السكان تحصينه بأكياس من الرمل لكن الأمطار الغزيرة كانت أقوى من تحصيناتهم ففاض النهر وبذلك يضيف الزلزال بتبعاته وأثاره البيئية وسواها على السوريين في الشمال سبباً إضافياً للشقاء والتشرد في ظل واقع إنساني مرير وفقر دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر فيه ونداءات الأهالي المتكررة بانتشالهم من هذا الوضع الذي يزيد تعاسة عند كل كارثة طبيعية أو مناخية نور الحاج تلت عربي